موسيقى مساء الخير أظهر تقرير هولندي أنه حوالي 64% من الصينيين واللي عم بيواجهوا أزمة تلوث خانقة علوا صوتهم وزيد غضبهم الشعبي لأن التلوث وصل لمستوى خطير ودعيوا كل الجمعية البيئية إلى ضرورة التحرك بسرعة لمعالجتها المشكلة الخطيرة ويعتبروا الصينيين من أكثر الشعوب اللي بتنادل المحافظة على البيئة بالعودة لطأسنا طأس ربيع متقلب مسيطر على لبنان والحوض الشر إلى البحر الأبرد المتوسط حرارة معتدلة لهو متوسط السرعة البحر مائج شوي وحرارة ميهو 22 درجة الليلة طأسنا بلبنان غائم مع ضباب على المرتفعات وأنخفات طفيف بدرجات الحرارة ويتوقع تساقط أمطار متفرقة خاصة بالمناطق الداخلية والجبرية مع احتمال حدوث عواصف رعدية بمناطق لبقاء الشرق لبكرة طأسنا بلبنان غائم جزئيا صباحا بيتحول تدريجيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة نسبيا وهلأ منبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 13 درجة على المرتفعة 10 بالبقاء 9 والأرز 6 ومنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية 13 بالقباء تترابلس 22 جبال 22 بيروت 26 درجة من انتقل من بعدها إلى صور 22 بنت جبال 19 نبطية 18 درجة راشية 18 زحلة 21 بعلبك 23 الأرز 11 والهرمل 25 أما رتوبة فبتتراوح بين بين 50 و 65% حرارة سطح الماء 22 درجة وسرعة الرياح بين 8 و 25 كم بالساعة ريح جنوبية غربية كيف رح يكون التقس الليلي واليومين اللي جايين للليلة 13 وأقصها 25 تلاتة بتتراوح بين 13 و 26 والأربعة بين 13 و 25 درجة ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة لبعض العواصم العربية والعالمية منبدأ من عمان 20 دماشق 27 والكدس 19 مننتقل من بعدها إلى الرباط 29 والجزائر 24 ومننهم شوارنا بباريز حيث عم بتسجل درجات الحرارة 15 هيدا كان كل شي باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر